حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين من أحدث تحديث أمني من شركة مايكروسوفت من أن يدمر الأجهزة العاملة بنظامية تشغيل المزدوج ويندوز ولينيكس طبعا كانت مايكروسوفت قد أصدرت الأسبوع الماضي تصحيحا أمنيا لإصلاح ثغرة أمنية عمرها عامان لتقنية يستخدمها الكثير من أجهزة لينكس ولم يكن من المفترض أن يصيب تصحيح مايكروسوفت أجهزة تشغيل المزدوج لكن العديد من الأشخاص اكتشفوا ذلك وهو الآن يمنع تثبيتات لينكس الخاصة بهم من التشغيل بشكل صحيح وكان من المفترض أن يعمل التحديث عن إصلاح ثغرة تسمح للهكرز بتجاوز تقنيات الأمان لضمان عدم تحميل هذه البرامج الثابتة الضارة أنا أعتقد أن اليوم مايكروسوفت ويندوز ولينيكس وهذه الأنظمة التقنية أصبحت محركة للعالم نذكر قبل شهر لما حصلت مشكلة تعطل نظام ويندوز وتعطل على إثرها تعطلت المطارات تعطلت الفنادق تعطلت العمليات المحاسبية وأصبح هناك شلل حقيقة أوقف العالم كله فاليوم نظام ويندوز يبدو لي أنه ما زال يصدر تحديثات أمنية لمعالجة تلك الإشكاليات الحاصلة لا سيما مثلا على هذا النظام الذي يعمل على نظامين طبعا شركة مايكروسوفت والنظامين الذي يعمل عليها هو نظام ويندوز ونظام لينكس من هذا الخبر مشاهدي الكرام خلونا نروح إلى خبر ليس بعيد حقيقة عن التعليم حيث أطلقت وزارة التعليم المرحلة